السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله هنشرح مع بعض النهاردة درس المواسير المستخدمة في التمديدات الكهربية طبعا زي ما كلنا عارفين ان اهم حاجة عندنا في التواصلات الكهربية هي عنصر الامان وده دايما اللي منأكد عليه فرش الكهرباء عندنا في المجمع دايما البروف كان بنبه عليكم ان السلامة في العمل هي اول خطوة في شغلنا في الورشة يعني لازم اقمن نفسي قبل الشغل واثناء الشغل وبعد ما خلص شغلي او الدايرة بتاعتي يعني ما ينفعش اقف واشتغل على كت او الوركستشن بتاعتي والقاطع بتاعتي مرفوعة او فشة البورسة بلاي متوصلة بالبريزة لان بكده خطر على حياتي وحياة الحوالية لان كده ممكن حدد كهرب او انا شخصيا ممكن اتكهرب علشان كده دايما منأكد عليكم ان عنصر الامان مهم جدا في شغلنا طب يجي واحد يقول لي طيب انا اقمن نفسي قبل شغلي واثناء شغل كويس بس ما يهمنيش او مش مهم بالنسبة لي ان اقمن شغلي بعد ما يخلص لا طبعا يعني مثلا يجي يعزل الجدل بتاعه بطريقة غير صحيحة يعني يلاقي مكان الجدل بتاعه مكشوف ويقول لي مش مهم يا بروف المهم ان التوصيلة بتاعتي اشتغلت طبعا الكلام ده ما ينفعش نهائيا لازم عنصر الامان يكون موجود في شغلي حتى بعد ما خلص الشغل يعني لازم المكان بتاعي يكون مؤمن قهربيا حتى بعد ما خلص شغلي فيه علشان ما يحصلش كوارث بعد كده في المكان نتيجة ان انا مهتمتش بعنصر الامان في شغلي قبل ما ممشي يعني مثلا يحصل ماس كهربا يحصل ان حد يتكهرب نتيجة اني معزلتش اسلاك كويس فلازم اقمن شغلي قبل ما ممشي من المكان اوكي يا شباب يعني انا دلوقتي كمهندس كهربا وجيوا الطلب مني ان اوزع توصيلات كهربية في مشروع انشاء مبنى معين اول حاجة لازم اراعيها كمهندس كهربا هي عنصر الامان داخل المبنى الموجود عندي فعندنا في التمديدات الكهربية اهم حاجة هي عزل المواصلات والاسلاك بطريقة صحيحة يعني ما ينفعش ان انا اعزل المواصلات بتاعتي والاسلاك بتاعتي ولاي في الاخر جزء فيها مكشوف لا يعتبر عنصر الامان بتاعي بيبتدي من اول عزل المواصلات بتاعتي طيب بعزلها سواء كانت داخل الحطان او خارج الحطان عشان كده لازم اختار بدقة المواصير اللي هشتغل بيها وهو ده موضوعنا النهاردة طيب المواصير انواحة كتير جدا لكن لما اجي اختاري النوع اللي هشتغل بيه باختاره على اساس حاجتين اول حاجة الميزانية المحطوطة للمشروع تاني حاجة المكان اللي هستخدم فيه المواصل بتاعتي زي ما انتم عارفين ان بيتم حاليا تجديدات في مباني المجمع بتاعنا وده بيتم من خلال شركة المقاولات اللي تم اختيارها لاستلام مشروع تجديد المجمع طبعا قبل ما يتم تسليم المباني للشركة المجمع عندنا حط مواصفات معينة وشارطها عن الشركة انها لازم تكون موجودة في المباني بتاعتنا زي مثلا الشكل الهندسة للمباني التمديدات الكهربية اللي انا هاوزها في المكان او هاوزها في الفصول بتاعتي زي توزيع القضاءة تمديدات البروجيكتور عشان اشغل البروجيكتور بتاعي في الفصول تمديدات مثلا تجهيز اجهزة زي اجهزة المراوح وهكذا وبطلب كمان من الشركة ان التواصلات الكهربية بتاعتي لازم تكون مؤمنة والمواسير اللي هتستخدمها الشركة في التواصلات بتاعتي لازم تتحمل درجات الحرارة العالية تفاديا لحدوث الكوارث اللي ممكن تحصل من الكهرباء لقدر الله الكوارث الماسي الكهربي وكمان بطلب من الشركة ان عايزة التواصلات بتاعتي كلها تكون داخل الجدران وطبعا ده افضل علشان الاسلاك بتاعتي ما تتأثرش بالعوامل الخارجية ابسط العوامل الخارجية دي الامطار اوكي يا شباب فتقوم شركة المؤولات اللي مسك المشروع تطلب من مهندس الكهرباء الخاص بيها انه يختار نوع معين من المواسير اللي هيستخدمها في التمديدات الكهربية في مباني المجمع بحيث تتماشى مع المواصفات اللي انا حطاها لشركة المؤولات وفي نفس الوقت تتناسب مع الميزانية المجمع حطتها للمشروع عرفنا ازاي بيتم اختيار المواسير بيتم اختيارها على اساس المزانية المحددة وعلى اساس المكان اللي هستخدمها فيه كلنا هنلاحظ ان اغلب مواسير التمديدات الكهربية مصنوعة من البلاستيك اي نعم مش كلها لان فيه مواسير معدنية ودي انا اتعرف عليها من خلال الدرس ان شاء الله بس اغلب المواسير المستخدمة مصنوعة من البلاستيك طب ليه البلاستيك؟ لانه بتميز اول حاجة بخفة وزنه البلاستيك طبعا معروف انه خفيف جدا وغير كده ان توصيل الحرارة بيكون قليل جدا فطبعا ده بيقلل لي الكوارث الكهربية اللي ممكن تحصل زي ما قلنا قبل كده كوارث الماسي الكهربية وكمان بتتميز المواسير البلاستيك بان اقدر اطعها واتنيها بالشكل اللي انا محتاجه بسهولة جدا وكمان المواسير البلاستيك مش بتحتاج لتقريد زي ما احنا درسنا التقريد في الترميل الاوليني اللي بقى لانها اصلا بالفعل عازلة للقهرباء واللي علم ان مادة البولي في نايل كولورايد ده المادة الاسسية في صنوعة مواسير وخرطيم القهرباء اوكي يا شباب هنيجي بقى هنا لانواع المواسير البلاستيك اول نوع عندنا هي مواسير البولي اسيلين ومشكلة النوع ده من المواسير انه بيتأثر بالحرارة يعني بيشتعل بسهولة يعني انا لو حطيته في مبنى وحصل لقدر الله حريق هتبقى المشكلة عندي مشكلتين مشكلة الحريق نفسه ومشكلة الحريق الكهربي اللي هيحصل نتيجة لاشتعال المواسير فبالتالي هيسيح العزل الموجود على الاسلاك الكهربية الموجودة داخل المصورة فيحصل ماس كهربي ممكن يؤدي لانفجار المبنى ويحصل حريق فوق الحريق ودي طبعا هتبقى مشكلة جمدة جدا عندنا اكيد كلكم بتسألوني دلوقتي طيب مادام هي سيئة او كده ليه منستخدمها احنا دايما نستخدمها في الاماكن الفقيرة لرخص سعرها لكن من الافضل ان ما انصحش بيها الناس على الاطلاق يعني نعم احنا زي ما قلنا قبل كده ان الميزانية هي اللي بتحكمني لما اجي اخطار المواسير بتاعتي بس لما اجي انصح الناس ما انصحهمش بمواسير البولي اسيلين لكن لو الميزانية بتاعتي حكمت علي بكده يبقى باستخدمها عشان كده انا باستخدمها في الاماكن الفقيرة بس نيجي بقى لتاني نوع من انواع المواسير البلاستيك وهي مواسير البي في سي زي الموجودة قدامنا دلوقتي على الشاشة وبتتميز مواسير البي في سي بانها ما بتتأثرش بالحرارة فبالتالي بتصبح مقاومتها للاشتعال كبيرة عكس مواسير البولي اسيلين وبتتميز مواسير البي في سي بالنسعرها معقول وفي نفس الوقت بتقدل الغرض اللي انا عايزاه بكفاءة عالية جدا وبيتم استخدامها داخل الحطان وزي ما قلنا ان مقاومتها للاشتعال كبيرة فمعنى كده ان عنصر الامان موجود في استخدامها علشان كده ناس كتير بتستخدمها فتعتبر افضل واقصر انواع المواسير انتشارا وللعلم برضو يا شباب ان سعرها اغلب كتير من مواسير البولي اسيلين عندنا برضو نوع تالت من انواع المواسير البلاستيك وهي مواسير اليو بي في سي ودي جودتها اعلى من جودة البي في سي ولكنها اعلى بكثير في السعر من البي في سي رغم ذلك ان في شركات بتتشرط انه لازم في المشاريع بتاعتها تستخدم اليو بي في سي طبعا اكيد دي الشركات الكبيرة اللي ميزانيتها تسمح بشراء مواسير اليو بي في سي لان زي ما قلنا ان هي اغلب كتير من مواسير البي في سي العادية والعلمة برضو يا شباب ان مواسير اليو بي في سي هي اكثر صلابة واكثر مقاومة للتآكل الكيميائي ولها قدرة عالية جدا على تحمل الضغوط العالية علشان كده هي اغلى انواع المواسير البلاستيك يبقى احنا كده يا شباب اخدنا كم نوع من انواع المواسير البلاستيك برافو عليكم اخدنا ثلاث انواع من انواع المواسير البلاستيك مواسير البولي اسيلين ومواسير البي في سي ومواسير اليو بي في سي لو جينا هنا وقسمنا المواسير البلاستيك من حيث الشكل هلاقي عندنا نوعين من المواسير او النوع المواسير او الخراطيم المصمطة ودي عادة بتبقى مرنة وبستخدمها في الامتدادات الكهربية الموجودة في السقف تاني نوع من انواع المواسير البلاستيك هي المواسير السستة ودي بستخدمها في الامتدادات الكهربية الموجودة في الحواط لازم برضو يا شباب نكون عارفين ان بتبقى في مواسير ظهرة خلال الامتدادات الكهربية ودي بتبقى ظهرة قدامي يعني بتبقى خارجية أقدر أشوفها قدامي وفي مواسير غير ظهرة ودي بتبقى موجودة داخل الحطان أو داخل الجدران أو داخل السقف يعني أنا مقدرش أشوفها قدامي فعادة لما يجي أعمل تمديدات كهربية داخلية يعني داخل الحطة باستخدم المواسير البلاستيك أما لو هعمل تمديدات كهربية خارجية فيفضل أني أستخدم مواسير معدنية وهو ده النوع الثاني من أنواع المواسير فالمواسير المعدنية بتبقى أصعب في الكسر عن المواسير البلاستيك علشان كده هي أقصر استخداماً في التمديدات الخارجية لأنها بتبقى أصلاً أصلب من المواسير البلاستيك وعندنا المواسير المعدنية كذا نوع أول نوع منها هي مواسير EMT ودي باستخدمها في التمديدات الغير ظهرة باستخدمها في السقف المعلق زي اللي قدامنا دلوقتي على الشاشة والمواسير دي ليها ميزة مهمة جداً وهي أن نقدر أتنيها عند الزوايا أو الأركان بتاعتي الموجودة في الغرفة بتاعتي أو في المبنى بتاعي وممكن أغير اتجاهها فده طبعاً بتديها ميزة مهمة جداً هاتطر إن أستخدم أكواع من نفس نوع المواسير بتاعتي فده طبعاً هيكون مكلف أكتر بالنسبة لي ومواسير IMC باستخدمها في التمديدات الخارجية يعني بتكون ظهرة قدامي تالت نوع عندنا من المواسير المعدنية هي مواسير RGS وده نوع صلب جداً من المواسير وليه ميزة مهمة إنه مقاوم للصدق يعني ما بيصديش ولا بيتأثر بتفعولات الكيميائية علشان كده بقدر أستخدمه في الأماكن اللي ريبة من المياه والبحار لأنه مش بيتأثر بالملوحة الموجودة في المكان ولا بيتأثر بالرطوبة يعني ممكن أقدر أستخدمه في عمل تمديدات كهربية للسفن، للمراكب، لمحطات البترول وعلشان برضو أقدر أحمي مواسير RGS أكتر بغطيها بطبقة من المطاط المطاط اللي ولا الكواتش طبعاً أصاد إنها فيها كل المميزات دي فسعرها غالي جداً فتعتبر أغلى أنواع المواسير المعدنية هنيجي بقى هنا نتكلم في نقطة مهمة جداً وهي سني المواسير أولاً ثني المواسير بيتم من خلال أدوات معينة خاصة بالثني ولما يجي أتني المواسير بتنيها على زاوية 90 درجة بشرط ألا يزيد عدد الثنيات بين كل علبتين توصيل عن ثنيتين يعني ما ينفعشي أتني المصورة الوحدة بين علبتين توصيل أكتر من ثنيتين طب افرد إن الشكل الإنشائي المبنى بتاعي اضطريني إن أتني المصورة أكتر من ثنيتين أعمل إيه؟ في الحالة دي لازم أقلل عدد الكابلات اللي المفروض تتحط داخل المصورة وده بيكون بنسبة 10% عن كل تانية زيادة عن التانيتين اللي عندي يعني مثلاً أنا عندي دلوقتي مصورة بتشيل خمس كابلات وأنا اضطريت إن أعمل ست تانيات أنا الطبيعي المسموح بيه تانيتين يبقى الزيادة عندي هنا كم تانية؟ هنقول ست تانيات نقص اتنين بسوى أربع تانيات يبقى أنا عندي أربع تانيات أو أربع ثانية زيادة طيب هنيجي نقول 10% من الأربع دول هيساوي 10 على 100 فاربعة يبقى هساوي أربعة من عشرة هناخد الأربعة من عشرة دي واضربها في الخمس كابلات اللي المفروض المصورة تشيلهم هنقول أربعة على عشرة في الخمسة يعني أنا عيساوي 20 على العشرة يبقى اتنين كابل يبقى أنا كده لازم أقل العدد الكابلات بتاعتي بمقدار اتنين كابل يبقى كده أقصى عدد من الكابلات المفروضة أحطها جوه المصورة هنقول خمسة نقص اتنين هيساوي تلات كابلات يبقى أقصى عدد من الكابلات هحطه جوه المصورة هو تلاتة كابل طب افرد أنا اضطريت أني لازم أستخدم الخمس كابلات جوه المصورة يبقى لازم أزود مساحة مقطع المصورة بنفس النسبة اللي هي 10% عن كل إنحناء زيادة عندي أوكي يا شباب وبرده لما يجي قتني مصورة لازم أراعي إن ما يقلش نص كتر التاني من جهة الداخل عن أربع أضعاف كتر المصورة وده في حالة المواسير للتوصيلات الداخلية وما يقلش عن 8 أضعاف كتر المصورة وده في حالة المواسير الحاملة لكابلات التغذية بتاعتي ولما يجي قتني المواسير البلاستيك اللي مقاسها 11 و 13 ملي متر باستخدم عمود تاني معين خاص بذلك لكن المقاسات الأخرى بيتم تانيها بطريقة تانية وهي إني باملى المصورة بالرمل الناعم وبسد طرفين المصورة وبسخنها في المنطقة اللي أنا عايزتني فيها وطبعا ده كله من غير ما نر تلمس المصورة وبالطريقة دي بعمل لين للمكان ده بحيث إنه يبقى سهل معايا في تانيه وبعد ما بخلص التاني بروح أبرد المصورة على طول بالمية واشيل الرمل اللي جواها ونظفه كويس وده طبعا بيتم من خلال أدوات تنظيف معينة خاصة بذلك نيجي بقى هنا نتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي تركيب المواسير في حاجات لازم أرعيها وأنا بركب المواسير بتاعتي أول حاجة بيتم تركيب المواسير سواء كانت مواسير داخلية أو مواسير خارجية يعني مواسير داخل الحطان والأسقف أو خارجها بيتم تركيبها في شكل منظم أفقي ورأسي زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة ولازم تكون المواسير متوازية ما بعضها بحيث ما يبقاش فيه تقاطع نهائيا ما بينهم التقاطع فقط أو التقابل فقط بيتم عند سنديق الاتصال للمحور الرئيسي للمبنى وده بيتم على زاوية كام تسعين درجة وطبعا ما ينفعش يكون فيه فتحات عندي في المواسير فتحات بس بتكون موجودة عند علب الاتصال وعشان كده بيتم لحيم المواسير ببعضها أو لحمها بعلب الاتصال بمادة لاصقة من نوع معين بحيث ما تشوه ليش شكل المواسير بتاعتي ولما يجي أركب مواسير طولية بالطول يعني بروعي دايما المسافة بين كل صندوقين اتصال ما تزدش عن 10 متر ليه بقى؟ علشان أقدر أسحب الكابلات بتاعتي جواها بسهولة وبيتم سحب الكابلات دي بسلك سحبه مجالفا كتره 2 ملي متر وبيكون موجود دايما داخل المواسير نفسها حتى لو أنا مش هستخدم المواسير دي لأ بسبته جواها وبسيبه جواها بحيث لما يجي أعمل تمديدات كهربية بعد كده في المستقبل بيكون موجود عشان أقدر أسحب بي الكابل بتاعي أو السلك بتاعي زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا على الشاشة وهي دي طريقة سحب الأسلاك داخل المواسير ودايما لما يجي أركب المواسير بتحتي في السقف بيكون في مرحلة تأسيس الهيكل الإنشائي يعني قبل ما أصب الخرصانة بتاعتي أو الصبة بتاعتي على السقف زي ما احنا شايفين قدامنا دلوقتي على الشاشة ولازم أربط المواسير كويس قوي بحديد التسليح بتاعي علشان ما تتحركش من مكانها وأنا بحط مونة الأسمنت بتاعتي عليها وبرضو لو أنا محتاج أركب في السقف مصابيح مخفية اللي هي الاسبوتلايت بركبها قبل صب الخرصانة بتاعتي مع المواسير بتاعتي وبرع دايما تركيب جلب مرور للمواسير من السقف للجدران لكن بمليها بورق علشان ما فيش أي مونة أسمنت تدخل جواها أثناء صب المونة الخرصانية ورق مثلا زي ورق الشكاير الأسمنت الفاطية وبعد ما صب الصب بتاعتي وتنشف لما يجي بقى أشيل الشددات الخشبية اللي كان عليها الصب بتاعتي بنظف العلب والمواسير من الورق اللي أنا حطته فيها وده طبعا كله بيتم قبل مسحب الكابلات داخل المواسير وبرضو لازم أراعي أن أنا أحط كل تجهيزات التمددات القرابية بتاعتي سواء كانت مواسير، علب، أكواع، أي أكسيسروس خاصة بالمواسير في حتة يبقى سهلة علي أن أنا بعد كده أقدر أوصل لها يعني لما يحصل عطل في التواصلات بتاعتي يعني ما يجي عمي الصيونة أعرف أوصل للحاجات أو التواصلات بتاعتي دي بسهولة وبالنسبة للمواسير المعدنية بسبتها بالعلب بتاعتها باستعمال قطع خاصة من الحلقات والجلب المعالجة ضد الصدق والتأكل علشان ما تصديش وطبعا بعد ما خلص تركيب المواسير بتاعتي لازم أقفلها وأقفل علب الاتصال كويس جدا بحيث أنه ما يدخلهاش أي جسم غريب أي جسم غريب زي طراب، مية، حشرة الحاجات دي كلها ممكن تبوزلي أو تتأدي لمشاكل بعد كده في التواصلات أو الأسلاك بتاعتي الموجودة في المواسير فلازم بقفل المواسير بتاعتي كويس بعد ما خلص شغل فيها والجدول اللي قدامنا دلوقتي بيوضح لنا كام عدد الأسلاك اللي ممكن أحطها في مصورة واحدة يعني لو أنا عندي مصورة قطرها 11 مليمتر ممكن أحط فيها كام سلك من اللي مقاسه واحد مليمتر أحط 2، 2 سلك يبقى معنى كده أن المصورة القطرها 11 مليمتر ما بتشيلش غير 2 سلك من اللي مقاسه واحد مليمتر طب لو أنا عندي مصورة قطرها 23 مليمتر أحط فيها كام سلك من اللي مقاسه 2 مليمتر من خلال الجدول ده ممكن أجيب أقصى عدد من الأسلاك اللي ممكن أحطها في مصورة واحدة اوكي يا شباب قدامنا دلوقتي داكت كابلات بلاستيك أو ما يطلق عليه مجاري الكابلات البلاستيك البي في سي وده باستخدمه في حالة لو كانت التواصلات بتحتي خارجية يعني خارج الحطة ودكت الكابلات في منه مقاسات مختلفة وفي منه نوعين لإما معدن لإما بلاستيك وده حسب أنا هستخدمه في إيه وبالنسبة للتواصلات الكهربية يفضل استخدام النوع البلاستيك اللي هو دكت كابلات بلاستيك وبكده نكون وصلنا لنهاية الدرس النهاردة أتمنى أن احنا كلنا نكون فيه من الدرس كويس قوي وأتمنى أن الكل يحل الهومورك اللي هيظهر قدامنا دلوقتي على الشاشة ويبعتهن على الجروب بتاعنا أو على المسينجر على الفيسبوك وبالتوفيه يا شباب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته